فكرة حجز الخوف اللي البعض بيرى إنه بينكسر شيئاً فشيئاً بخروج الناس حتى ولو بأعداد ليست بالكثيرة إلا إنه ده غير مسبوق يعني خلينا نتكلم حتى لو على الحال المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو لم نشهد هذه المظاهرات باستثناء طبعاً مظاهرات يوم الأرض اللي كانت عن تيران وصنافير لم نشهد خروجاً للناس بهذا الشكل وبرفع هذه الشعارات إلا منذ هذه الأيام القليلة وبالتالي هل بالفعل حجز الخوف الشعب المصري نستطيع نقول إنه بدأ يكسره فعلاً ولا كما يروج النظام إنه على الناحية الأخرى بيحشد ويقول بإنه لا يوجد أناس يتظاهرون ولا شيء الوضع تحت السيطرة وأصلاً ليش بتحصل جولات ودورات لأن الخوف هذا لابد منه كلما يحدث قمع يعني بتحصل فورة بيأتوا المضادون لها وبيكتموها ينكلوا بالناس فبيصيب الناس حالة من الذعر هذه حالة من الذعر تعطل المسار فترة ثم يظهر جيل لا يعرف الذعر لا يعرف الخوف يعني مثلاً خذ على سبيل المثال الجزائر أنا ما زالت أحداث الجزائر في تسعينيات القرن الماضي حية في ذاكرتي وأنا عيشتها من اليوم الأول العشرية السوداء هذه العشرية السوداء النظام تعمد فيها ممارسة القتل بشكل بشع ربما لم تشهده الجزائر حتى في أيام الاستعمار الفرنسي حتى يخيف الناس الآن نجد أنه بعد ما يزيد عن 25 عاماً أو ما يقرب من 30 عاماً هناك جيل جديد لم يعرف الخوف ولم يشهد تلك الأحداث وفي نفس الوقت أوضاع البلاد سواء في الجزائر أو في مصر أو في غيرها تزداد سوءاً سعي الناس لن تحتمل فمن يصيبه الذعر ويشله هذا عن العمل بيركن يأخذ جنب يطلع جيل جديد لا يعرفوا هذا الخوف الاستبدال الآن مثلاً الذين الآن الذين يتظاهرون في شوارع مصر ربما معظمهم كانوا أطفال صغار في أيام الثورة الأولى صحيح فليه يخافوا لكن طبعاً في أشياء أخرى يعني أنا غالباً في الحدث المصري وكل الحدث له خصوصيته السأم لم ينل فقط من المواطن العادي في مصر أنا أظن أن هناك دوائر في داخل المنظومة الحاكمة بدأت تشعر بأن السيسي يسبب لها حرجاً شديداً والسيسي أصبح مشكلة لابد من التخلص منه أو حل هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى لذلك أنا أشك ليس لدي معلومات يقينية لكن لدي ما يجعلني أشك أن ظاهرة محمد علي ليست معزولة عن دوائر داخل النظام تريد أن تغير لأن الوضع ما عدا يحتمل الاستمرار